فاروق لسه جاي من كودي بوار من كاس النوم الأفريقية قاعد فترة طويلة هناك تعتد ديه 22 يوم 22 يوم عددهم بالساعة بالساعة وبالثانية عايز اسمع حاجات ما اسمعتاش قبل كده نفسي عايز اقولك ان صدفت انا في مدينة كنت المنصق المحتوى الرقمي للكاف في مدينة من المدن المنظمة مدينة اسمها كوروجو تبض عن أبيت جان 8 ساعات المدينة دي على حدود بوركينا فاسو وقريبة من مالي وصدفت ان في ربع النهائي يتلاعب فيها ماتش بوركينا فاسو ومالي مدينة كانت ماشية سلام والإفوريين بيتعاونوا وكل حاجة جميلة لحد ماتش طب نهائي فجأة بنصحى من النوم اوتوبيسات وجماهير عاكينا انا ماشي في مالي او بوركينا فاسو الجماهير اقبال شديد والمباراة كانت لا معركة معركة وبعد اتنين واحد بوركينا فاسو قربت بدأت الجماهير تتعصب بعد الماتش يعني عايز اقولك ان التأمين في الماتش ده تحديدا انت كده محددش موبايلات لمصر تقريبا لا 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 تبعيد عن ابيتجان جدا تمان ساعات والواحد يعني بعد اللي شافه قلت كويس ان الواحد بقى مراحش الملعب من الحاجات اللي كان بتتقال كله شوية من الحاجات اللي طول الوقت بتتقال اجماعة في رتوبة عالية في دراجات الحرارة عالية الاجواء صعبة جدا انك تلعب فيها كله قضب هلاقي كان الليفل دوت ولا كان يعني احنا بتبالغ شوية دايما الواحد كان يسمع الجملة دي يقول لها ده اللي هي ما بتتدلع والموضوع انا خرجت من الطيارة كان طبعا رحلة 17 ساعة ورحلة شقة خرجت من الطيارة ما كنتش متخيل ان انا مش قادر اخد نفسي انا خرجت مش قادر اخد نفسي وكانت ساعة تقريبا فوقت الماتش واحدة اتنين الظهر انا ما بجريش ما بعملش مجهود من كتر الرطوبة انا مش قادر اخد نفسي فعلا لا الموضوع صعب جدا 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 تحديدا في ابي جان اللي كان بتلعب فيها مصر وسان بيدرو كانوا اتنين مدن ساحلية طبعا البحر كمان مزود الرطوبة اكتر فكان الاجواء صعبة جدا لكن صدفة ان منتخب مصر كمان واندرش بقى نقول كده لانه ما لعبش ساعة تنين الظهر يعني اه وقت الوقت في الظهر ده كان صعب ولكن انت بتلعب بالليل يعني حجة الجو دي صعب شوية اه وحش بس اه وحش بس يعني يتلعب فيه بشكل عبش اهف ان كده فور نظامت بطولة كويس طبعا انا بالنسبة لي اتفاجئت بتنظيم كده فور لكن اكتر حاجة فاجئتني واكتر حاجة انبهرت بيها هو الوعي والثقافة اللي موجودة عن شعب الافواري في مدينة قرية بتبعد زي ما قلتك 8 ساعات عن العاصمة التجارية لكده فور واتفاجئت انه لا فيه تنظيم وتمام واشارات المرور الساعة 10 بالليل لأ الناس ملتزمة بيها الناس مرحبة بالضيوف مفيش اي مشكلة لأ كانت كانت بطولة اعتقد ان كده فور كمان اظهرت ده للعالم كله واتفقيا ان ما كانش فيه مشكلة كبيرة حصلت او اي حاجة تنظيمية يعني شفناها حتى احنا عدى 22 يوم مفيش اي مشكلة مع اي حد حصلت انت كنت عبق مع الافواريين ازاي تعاملوا مع فكرة انه منتخب خرج ورجع تاني وخد البطولة اي دولك لحد دور المجموعاتكم وبعد كده كم تاني طبعا بقى شتيمة وزي ما شفتوا في المطش كان ضربوا لو هوا حتى رحوا اي مدينة تانية اللي بقى دي ما كانتش عدت ما كانوش قدروا ينزلوا الشارع لحد ما حصل معجزة المغرب معجزة المغرب دي انا عايز اقولك خلت اي مغربي احنا مصريين بس احنا عشان شبه المغربة كنا بنتفرج على مطش السنغال في الفانزون بعد ما كذبوا السنغال في تكرونها مغربة بقينا نتشال على الأكتاف ويمشوا بينا في الشوارع ويجروا بينا احنا مصريين وعايزين نوصلهم في النار انتو اللي عيشتونها في البطور فبسألهم سألت اي اربع خمس اشخاص لو وصلت الناي كان طريق المغرب وطريق كودفوار فهيتقابلوا في الناي فتقولوا لو وصلتوا تتمنوا مين في الناي كله قالك المغرب 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 فبسألهم طب لو انتو واجهتوا المغرب مين فيكو يكسب طبيعي انه هو يقولك كودفوار الخمسة اللي سألتهم او الستة اللي سألتهم قالك نقسم الكاس نصي ما نلعبش الناي تاخد دوبما نص واحنا نص مش عايزين نلعب الناي محدش فيه نيفوز تخيل اللي عملو معاهم المغرب ولحد دلوقتي بنشوفها في الاحتفالات علام المغرب موجود ولحد دلوقتي في كودفوار لحد دلوقتي موجود واتشرتات المغرب وعلام المغرب بسبب عملية في المغرب واهلة كودفوار حال تتكلم معك على خروج مصر المبكر كتير كتير لان كله تتكلم من طريق مصر سهل وقال له انت هتلعب انت خلاص انت اهلت تاني ورغم كده طريقك سهل انت حاجز مكانك في نص النهاي ولكن الموضوع كان مفاجأ للكلكل وعايز اقول لك فرحة الافواريين انا يعني ما نقدرش نقول ان الشعب الافواري بيكره مصر ولكن فرحة الافواريين بخروج منتخب مصر اثبتت لي قد ايه احنا بوعبوع فعلا للقرة دي كانوا بيشجعوا الكنغو بطريقة لا تتخيلها مش عشان هم كرهين مصر عشان هم متأكدين ان مصر لو كملت هتروح انها ومرشحة انها تاخد منهم البطول وفعلا فهو خوف ومصر فعلا مرصخة الشخصية الكبيرة جدا في افريقيا وكل المنتخبات بتخاف منها وكل المنتخبات بتتمنى ان مصر تخرج بدري بدري عشان ما تكملش في البطول